صباح الخير اتمنى انها تكون اسبوع سعيدة والاسبوع الجديد يبقى الدنيا احسن على مصر كلها هيكون معنا يوم فيه فقرات متنوعة جدا لكن قبل ما تكلم عن اي حاجة فيها لازم طبعا نصبع على عيدة ولا صباح خير يا فادي وانا ببعض تحية خاصة جدا للألترس الامبارح عمل مسيرة بصراحة محترمة جدا وشرفة جدا والتزموا بكل القواعد اللي عملوها والناس اللي متابعة على تويتر هتلاقيهم كانوا عامين قواعد عامة للمسيرة بتاعة مبارح المسيرة بدت نعنادي الاهلي ووصلت ادار القضاء العالي للمطالبة بسرعة القصاص من قتلة المشجعين في ماتش الاهلي والحصل في استاد بورسعيد ومجزارة بورسعيد فمنتهى الاحترام كان فيها مجموعة كبيرة من الناس المختلفة من الناشطين السياسيين من الفنانين من لعبة الكورة كان فيها ألترس زمالكاوي انا كان نفسي اوصلها بصراحة المسيرة كان فيها كل الألترس يا عيد كان فيها كل الناس وكان ان ده كمان للمائب العام اللي بالزبط لسرعة القصاص وكان شعارهم يعني نجيب حقهم يعني نموت زيهم فان يمكن ده الشعار الرئيسي هنتكلم فيه فقرة النهاردة معانا مهمة جدا عن هذا الموضوع والجديد فيها يكون معانا أستاذ عسام حسين الناخد الرياضي هنتكلم معانا بالتفصيل عن مسيرة الألترس وتدعيات أحداث لمجزارة بورسعيد هيكون كمان معانا الحقيقة فقرات كتير ومتنوعة في مجلس الشعب هنتكلم عنها بالتفصيل دفنا النهاردة هيكون الأستاذ محمد حسين وهو عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب الحملة الأهلية لدعم مصابي الثورة كانت يمكن كان أحد ضفتنا نهاردة كانت معانا من كام شهر وكنا نتكلم عن إيه المشاكل اللي بتوجههم إيه الصعوبات إيه اللي هما محتاجينه فهو النهاردة بعد خمس شهور من لقاءنا بيها وبعد سنة وشوية من الثورة المصرية ثورة 25 يناير نعرف الوضع عامل إزاي هل ضموا لمصابي الثورة أحداث محمد محمود واحد واثنين ومجلس الوزراء ومسبير ولا إيه اللي حصل فهو نعرف تفاصيل أكتر من ضفتنا اللي اتشرفنا دكتور أميمة كامل وهي أستاذ الصحة العامة بالأسر العيني هنتكلم عن مصابي الثورة كمان هيكون في فقرة تانية الحقيقة مع دكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب وكان مهم أن معرض الكتاب يقوم بشكل مختلف وناس تانية شايفين الحقيقة أنه كان مهم أنه يتعامل تحت أي ظرف ومجرده بأي شكل من الأشكال يعني هيحصل حالة من التقييم لمعرض الكتاب لكن خلونا نروح نشوف أول فقراتنا كالعادة الصحافة مع أستاذ أشرف البرباري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق بعد الفصل على طول المعرانية تابعونا